ازايكو عاملين ايه وحشتوني جدا جدا فيديو جديد وحلقة جديدة من يوميات بوس اللا هلوبة يومنا النهاردة هنبدأ بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله النهاردة بإذن الله نعمل مع بعض الفاخدة المشوية في الفرن بطريقة سهلة و بسيطة جدا جدا و حبة مقدير كده بسيطة و شطوابل بسيطة جدا هنعمل بيها الفاخدة المشوية دي في الفرن الفاخدة دي حجمها صغير شوية بس بص زبدة ان شاء الله نعملها الطريقة سهلة و بسيطة تنفع طبعا لأي وزن من الفاخدة هنعمل بنفس الطريقة بس بتفرق طبعا في مدة السوى و هنعمل معا كده شوية بطاطس ما شوية معاها وببصل حاجة كده جميلة و حلوة جدا جدا زي ما انتوا شايفين اللحمة طرية و دايبة و سهلة و بسيطة هنشوف هنعملها ازاي بان بعد دخل معنا ناديك كبير و كله ان شاء الله بيبقى دابح و كله عنده بقى الضاني طبعا الضاني ما بيتاكلش غير بالطريقة دي هتكون طعام و حكاية حتى لو برضو مش الفاخدة او مش سليمة ممكن تقطعها بك لو لحمة قطع عندك ضاني بقدر تعملها بنفس الطريقة بالذبط و نفس التدبية اللي احنا هنعملها يلا نشوفها عملناها ازاي عندي هنا فاخدة صغيرة ببقى ان بقى الفاخدة يعني اللحمة غالية و كده فانا جبت فاخدة دي صغيرة و طبعا على قد حجمها ده مش اقدر اقول لكم يعني الوقت سعرها بقى كام فهنعمها دلوقتي بالطريقة صغيرة و بسيطة انا غسلتها كويس جدا و انا جاب معي هنا طوم و معي فصوص من الطوم سليمة و معي لمونة و طوم مهروس و شوية طابل بقى هنضفهم يلا نشوف بس هنبدأ نعمل ايه اول حاجة بنغالز الفاخدة كويس جدا بالسكينة من كل الاتجاهات علشان هنحط فيها فصوص الطوم فصوص الطوم دي بتدي ناكهة حلوة جدا جدا جوا اللحمة المشوية بعد ما بتشيوه في الفرن و انتي بتقطع اللحم الفاخدة بيقابلك الطوم كده ميدي ناكهة جوا اللحمة بتلاقي حلوة جدا و كمان عشان التدبيلة اللي هنعملها تدخل جوا اللحم بتاع الفاخدة يدخل جواها التدبيلة زي ما قلتلك اي فاخدة باي حجم تنفع تتعمل دي حجم صغير تمام فعندك حجم اكبر تمام بها تفرق بس في مدة السوا في الفرن الفاتحات اللي احنا عملناها هنبدأ بقى نضيف فيها فصوص الطوم هندخل كده فصوص الطوم جوا الفاخدة و النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنعملها بطريقة بسيطة جدا مش هنحط بقى حاجات كتير ولا اي حاجة احنا هنعملها شوية توابل و شوية ملح و هنزبط الدنيا و هنحطها في الفرن بطريقة بسيطة جدا مش هنعمل النهاردة اي حاجة غير كده بس ننملها كده بفصوص الطوم من كل الاتجاهات و بعد كده اقولكو بقى هنعمل اي حنا معايا بقى وازم بقولكو هم معايا لمونة و معايا توم مهروس توم المهروس ده هو اللي هضيفه للتدبيلة تقدر تستغني عنه و هضيف بدله توم بودرة انا هنا طبعا نكهة التوم دي بتكونت بالنسبة لي افضل و انا حطيت شوية التوم مهروسين مع شوية من السياسوس و كمان شوية من الزيت و هضيف معلقة صغيرة او معلقتين صغيرين من العسل النحل يعني ما يعادل معلقة كبيرة من العسل طب بيطر اللحم بتاع الفاخدة و بيطر اللحم بخلات تستويه بسرعة و هحط كمان حبة من طواب اللحمة بهرات اللحمة و هنا شوية من البابريكا بتدي لون و نكهة حلو طبعا في الشاوي و هحط ملح و هضيف بقى ايه عندي هنا ببرتمان ده في حاجات شور بقى نطلحناها زي الورق لورة و حبهان و قرفة و روزميري حاجات الشور بكده انا طحنا حطيتنا معلقة صغيرة و هضيف هنا اللمونة اللمونة دي بتدي يعني عشان خاطر الريحة بتاعت الضاني بتنيها عن ريحة خالص بتاعت الضاني طبعا هنا التصوير متشقلب لان بسانت هي بقى ان شاء الله عليها بدأت تصورني فاشقلبت التليفون فانا لقيت اللقطة دي جاي كده انا قلبت كل الحاجات اللي انا عملتها دي زي ما انت شايفين هي التدبيلة انا بحط لها شوية من الزعتر و هحط كده برضو عيدين زعتر معها على الوش ان شاء الله الصينية هقلب كل التوابل اللي احنا حطناها دي مع شوية الزيت والسياسوس والتوابل والملح كل ده هقلبه مع بعض و هضيف كمان معلقة كبيرة من الخل هقلب التدبيلة و هحطها بقى على كل اجزاء اللحمة كده تشرب منها وهنعملها كده زي مساج بسيط هبوسي حاولي بقى كده ايه ان انت تعملها مساج جامل كده علشان تحاولي تدخل جوه الاخرام اللي احنا عملناها حابة من التدبيلة بالملح دي علشان اللحم من جوه يكون متشرب كده بالتوابل الجاملة بتاعتنا دي بس كده شايفين تدبيلة سهلة ولا اسهل من كده اعملها مساج كبائز كده علشان كل ما تدعاكي فيها بالتدبيلة دي بيدخل جواه التدبيلة اللي احنا عملناها في الاخرام اللي احنا عملناها بيدخل جواها من التدبيلة تطلع لحمها من جوه كده مملح وجميل على قد ما تقدر يبقى كده كده المنطقة وقفة اللي بفيها كده شمال ويمين وعمل لها المساجة اللي انترك عليه هنا نعملها شوية بصل صغيرين وشوية بطاطس او غرمة تقدر بقى تحط في الوقت ده اي خضر انت عايزة تقدر تحطي جزر تقدر تحطي كوسة احنا طبعا بما اننا جزر والقوصة والذي بيشلوه يلموه من ياكلوش غير البصل والبطاطس وانا بخليت بطاطس وبصل بس كنت الاول بحط معهم قوصة وجزر كانوا بيتشالوا وبيترمي فحرام فالحاجة اللي بيأكلوها دلوقتي يوم بيأخذوا البطاطس مع الروز البسمتي والبصل بيرسوه معاهم بيكون طعام وطحفة فانا بقت ازود لهم بطاطس وبصل وهنا طبعا احنا بنحيق بقى البطاطس والبصل اللي احنا عاملينه بشوية من الملح وشوية من التوابل وحطيت على له شوية من التدبيلة اللي كانت باقية وانا حطيت بقى توابل شربة خشنة حطيت حبهان وحطيت ورق لورة وحطيت روزميري وحطيت كمان عود من الزعتر وحطي كمان هنا عيدان من الروزميري والزعتر برضو على الفاخدة زي ما قلت لكم انا ضيفت حبهان وضيف كمان عود قرفة وهحط كمان حوالي كوباية صغيرة او فنجان صغير من الماء وهي شوية كده هتنزل ميتها والبصل هينزل ميته وهتستوي منها فيها عند الكيس حراري حطي كل ده في الكيس الحراري وربوطي على الكيس الحراري هيكون افضل انا طبعا ما كانش عندي كيس حراري فانا حطيتها في السنية على طول وهضيف لها ايه ورقتين كده من ورق الفويل وهغطيها كويس عشان تستوي والبخار بتاع هتبقى جواها وتستوي نحطها الوقت في الفرن هتقعد في الفرن حوالي من ساعة ونص لساعتين عشان تفقدة صغيرة هتقعد ميت حوالي ساعتين في الفرن اما لو فاخدة كبيرة شوية كنت بتقعد حوالي تلات ساعات او ربع ساعات ان زي ما قلتلكم كل فاخدة على حسب الوزن التاعها وعلى حسب كمان حجم الخروف او الجد اللي كان ميت بوحال كان صغير هيسيه بسرعة او كان حجمه كبير في السن تمام بس طول ما انت مقفلة عليها طول ما هتستوي زي ما انت شايفين طبعا هي كشت كده ببعضها وبقت استويت وخلعت كده من اللحم من العطم اللحم خلعة من العطم بقى هي كده استويت طبعا بنعملها اختبار بقى بشوكة او اي حاجة وبنتطلعة زي ما انت شايفين مش قادر اقول لكم بقى خلاصة اللحمة دي بتنزل في البطاطس والبصل دول حاجة كده حكاية طعم يجن والله كل سنوان طيبين بقى كله ان شاء الله هيتباح في العيد وكل البيوت بإذن الله اللحمة داني حلويتها ما بتتعملش غير كده اللحمة داني مسلوقة ازفرة شوية ما بتتعملش غير كده وفي طواجن بتكون طحفة انا عملت طبعا الرز ما صورتوش لان انا كنت مصورة الرز كزا مرة في كزا فيديو قبل كده فانا عملت الرز بسمائة عادي خالص وحطت له برس شوية من الالوان كده علشان يدي ايه لون مع لون الاصفر لون احمر بسيط زي الرز كده الطعبرة وهبدأ بقى اضيف البطاطس كده وحطت هنا في الصينيات كبيرة الرز كله وحطت على الفاخدة منهم بقى الشغل بتاع ايه بتاع المطاعم كده ولا حاجة عشان نفتح نفسهم يعني الحاجات دي حاجات بسيطة وسهلة وتعملها في البيت بسيطة في نفس الوقت بتحسيهم ايه باكل حلوة غير الاكل المعتاد وهنا بقى اضيف بقى من الصوس اللي نازل ده على الفاخدة وحطت البصل كله والبطاطس حوالينه الرز وكسرت كده اللون شوية بحبة خيار وشكل الصينية بصراحة كانت تحفة والطعم اجمل واجمل بكتير وطايبة واللحم دايب خالص وطعمها بصراحة حكاية تقدر لو انت بقى عندكش فاخدة سليمة بالشكل ده وعندك لحمة ضاني كده هتعملي نفس التدبيل وتقلبها فيها وتعملي البطاطس وبصل نفس الطريقة وتحطيهم في صنية او كس حراري وتدخلها الفر بالشرط خالص ان انت يكون عندك ضاني يكون فاخدة او يكون سليمة لا لو اللحمة برضو متقطعة كطع وضاني تقدر تعملها بنفس الطريقة بتكون طعمها تحفة لو انت شايفين الشكل الشكل تحفة والطعم طبعا حلو جدا بنحط البطاطس بناخذ البطاطس مع البصل ونهرسه كده معاهم مع روز البسمتي وتاكله مع كطع اللحمة بيكون تحفة تقدر بقى تعملي فاخدة اتنين على حسب العدد وحسب الافراد او ريك بس شكل اللحمة زبدة وعدي البطاطس مستوية وبالف عنا والشفة وكل سنة او انت طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب يعود علينا عليكم بالخير وعايز اقولكم كمان شجعونا بقى بلايك واشتراك في القناة انو انت إسا ما اشتركتش حط لنا لايك واشتراك وفعلوا زر الجرس اشنو اصالوك كل فيديو جديد بإذن الله كل سنواتوا طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 شكرا